بدء تأسيسه في أكتوبر من عام 2015 رد أبا مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية على تقديم يد العون والمساعدة لملايين المتضررين من النزاعات والكوارث في أربع قارات من منظور إنساني مطلق جهود امتدت إلى مختلف أنحاء العالم فخلال العوام الثلاثة الماضية أبرم مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية عدة اتفاقيات مع جهات دولية مختلفة كالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والإهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تتخذ من جنيف مقرا لها ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المملكة العربية السعودية رائدة في المجال الإنساني سبق لتولي منصب أمين عام الأونروا وكانت أنذاك شراكتنا مميزة مع المملكة وهو الحال ذاته فيما يقص المساعدات السخية المقدمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ويعتبر اليمن من أكثر البلدان المستفيدة من المساعدات التي يقدمها المركز سواء في مجالات الصحة والغذاء والمجتمع لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني جراء ممارسات ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية إذ نفذ المركز أكثر من 190 مشروعا إغاثيا شملت جميع محافظات اليمن دون استثناء وتولي المنظمات الدولية المعنية بالإغاثة الإنسانية اهتماما بالغا بجهود المركز الممتدة ل39 دولة إذ أشادت الأمم المتحدة في عدة مناسبات بالمساعدات التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان لا سيما في اليمن حيث اعتبرت أن تلك المساعدات ساهمت في إنقاذ أرواح الملايين من البشر بصمة هامة لمركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية عكستها إشادات المنظمات الدولية المعنية بهدف تذليل معاناة الملايين لا سيما في مناطق النزاعات المسلحة نايف نفل الإخبارية بينا ترجمة نانسي قنقر